وسط تكت من رسمي كان نائب حزب الكتائب نديم لجميل أول من أعلن عن لائحة أسماء شملها مرسوم رئاسي خاص بالتجنيس ووسط معلومات متضاربة حول ما إذا كان المرسوم قد وقع بالفعل أكد لجميل فعلا التوقيع بحسب مصادر رئاسة الجمهورية وبات معلوما بأن ما لا يقل عن مئتي الشخص معظمهم من السوريين شملهم المرسوم اليوم لأول مرة يحصل هذا التجنيس بنص عهد رئيس جمهورية والمعايير يلي عم نسمعه ويلي عم نفهمه ويلي حسب الأسماء المدرجة بهذا المرسومة ويلي قدرنا حصلنا عليه هن أشخاص سوبر ميسورين وأشخاص بدون شك دفعين مبلغ كبير مرسوم التجنيس الذي وقعه رئيس الجمهورية ميشيل عون شمل أيضا فلسطينيين وعربا وإيرانيين وأجانب معظمهم من الأثرياء ويستغرب معارضوه إمكانية توقيعه في ظل تصريف الحكومة الحالية لأعمالها ورغم الحملة التي شنها وزير الخارجية جبران باسيل على اللاجئين السوريين خوفا من التوطين إلا أن وزارة الخارجية كانت أبرز المشرفين عليه ويشكل موضوع التجنيس في لبنان هاجسا لما قد يسببه من خلل ديموغرافي بين المسلمين والمسيحيين وهو ما حرم مئات الأمهات اللبنانيات المتزوجات من أجانب حق منح الجنسية لأولادهن هذا يتساءل الشارع اللبناني عن الجهة التي استفادت من الأموال الطائلة التي دفعها المجنسون الجدد من بيروت غنوية تيم العربية